دلوقتي معاد موجز الأخبار مع منا فضلي منا شكرا ليك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة أنضمضي الأعمال الانشائية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لنقل الوزارة والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بوليس فهمي اسكندر بوليس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم التاسع من فبراير الجالي خلفا للمستشار سعيد مرعي والذي صدر قرارا جمهوريا بإحالته للمعاش أعلنت وزارة الصحة خروج 321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 377600 شخص وفي بيانها اليومي أعلنت الصحة تسجيل 2194 حالة إيجابية جديدة و60 حالة وفاة أعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن إدانة السودان لاعتداءات قوات الحوث المتكررة على الإمارات والتي تشكل تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين مؤكدا أن سودان يقف إلى جانب الشعب الإماراتي في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة أراضيه جاء ذلك خلال لقاء دقلو ولي عهد أبو ضبي محمد بن زالد النهيان لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وبدوره ثمن بن زايد موقف السودان الشقيق وتضامن مع دولة الإمارات مؤكدا التزام بلاده بمواصلة دعمها لسودان وشعبه بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار أعلن محامون عن منظمة قانونية غير ربحية أنهم رفعوا أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوة ضد السلطات الإثيوبية بتهمة ارتكاب انتهاكات جثيمة لحقوق الإنسان بحق مدنيين في منطقة تيجراي والتي شهدت حربا دامية وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من 15 شهرا صدرت تقارير عن مذابح وعمليات اختصاب جماعي وفضائع أخرى ارتكبها جميع أطراف النزاع ما دفع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات في خطوة نددت بها أديسا بابا اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران إلى روسيا حملت معها عنصر انفراجة في الأزمة الأوكرانية وقال بوريل في ختام زيارته إلى واشنطن إنه ما دام هناك استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحاور فإنه سيكون هناك أمل في عدم الدخول بمواجهة عشكرية وأضف بوريل أن زيارة الرئيس مكران لموسكو كانت مهمة لكنها لم تحقق معجزة مشيرا إلى أن أهم شيء بالنسبة للسلطة الروسية ليس أوكرانيا ولكن الهندسة الجديدة للأمن في أوروبا والتي ترفضها موسكو أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 من مارس المقبل وتجنب الإغلاق الفوضوي عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند 18 منتصف ليل فبراير وصوت المجلس بأغلبية 272 مقابل 162 لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل ختم الموجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر